نشوف أن الواقع فعلا يحتاج إلى وقفة جادة ويكون هناك شفافية ويكون هناك وضوع وأن تتعاضد جميع القطاعات الحكومية والخاصة وكذلك الجهات التشريعية برضه لا بد هناك تشريع اليوم نشوف أنا زرت كبار السن في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صراحة وضعهم محزن يعني كبار السن ترى موجودين فقط في مراكز يتم يعطاهم العلاج والأدوية وفقط وتركهم في هذه المراكز لا يوجد مناشط لا يوجد الثمام في يوم كذلك سرتهم يجب أن توعى لأسر النهمة مهم عقول أن كبير السن ينقل للمراكز الإيواء أنا أعرف أن عندني خمس وحات إيواء موجودة في الرياض وحدها هذه المراكز صح فيها مراكز رياضية مثلا وفيها تنشيط لهم لكنها برضه تحتاج إلى كلمة كبار السن مقلقة صراحة يجب أن تعطاها مسامة مثل ما ذكرت قبل اسم يساعد كبير السن بحيث أنه مثل مركز الملك سلمان الآن الاجتماعي لاحظنا مركز اجتماعي تشوف سباحة تشوف رياضة تشوف كبار السن ليس فقط حتى الآن كبار السن لأنهم خبراء ليسوا كبار السن